خلونا نتكلم بالتفصيل أكثر وبينضم إلينا عبر زوم دكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالأسر العيني دكتور محمد صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في هذا الصباح صباح النور يا أهلا وسهلا أهلا بك أهلا بحضرتك يا دكتور عايزين نتكلم بنظرة عامة بعد ممر السنة كل هذه الانجازات في قطاع الصحة ولكن خليني أبدأ كلامي مع حضرتك بتشوف إزاي أي مبادرة أثرت في الأخرى وأي مبادرة كملت الأخرى الألية اللي تم بها تنفيذ هذه المبادرات فبالتالي نعاكست على الوضع الصحي في مصر جميع المبادرات كانت مبادرات زكية يعني قيادة حكيمة برؤية واضحة وخطة تنفيذية على أرض الواقع لم تكن فقط محتاجين رؤية لكن كنا محتاجين خطة تنفيذية فكان قيادة وعزيمة حقيقية كان عندنا مشاكل على مر العقود السابقة غير مسبوقة والمشاكل جيه فضرت مطرع كما ولم يكن لها حلول كل الحلول اللي كانت بتقدم قبل 2012 و13 و14 كانت حلول كلها يعني غير مجدية ولم تصمر أي شيء فظهرت حلول زكية اللي هي من خلال المبادرات الصحية فكانت أول مبادرة اللي هي مبادرة 200 مليون صحة والكشف على فيروسي وكانت مبادرة عظيمة جدا لأنك ما كنتش تقدر ترخصي عربية أو تطلعي بطاقة إلا وانتي معاك ورقة هذه المبادرة فكل الناس كانت مضطرة تروح لأنك كان فيه ناس كتير جدا بتاعزف وفيه ناس بتخاف المنطق اللي انتي عارفها بتاع المصريين كلنا جميعا يعني فدي كانت البداية وساهمت في عمل مسح وعمل خريطة طبية غير مسبوقة وعالجنا فيروسي وبعدين الكلام ده كله كل بالنجاح ان احنا خدنا هذا المستوى الزهبي والإشادات العالمية من الصحف العالمية فوربس والمجلات الأسبانية والمجلات الفرنسية كل الناس كانت بتشيك بهذا الإنجاز مش المصريين مش احنا يعني احنا ممكن نكون شهادتنا نتيجة حبنا وانتماءنا لبلدنا لكن الحقيقة الشهادة الحقيقة كانت يكفي الدولة المصرية والخيادة المصرية إنجازا الخدع على فيروسي لأنها كانت حاجة غير مسبوقة لكن الحقيقة استمرت هذه المبادرات بعد عمل هذه الخريطة الطبية لمصر ان احنا عرفنا حجم مشاكلنا بالظبط الكشف المبكر عن الأورام القضاء على قوام الانتظار دي قصة غير مسبوقة يعني ايه قضاء على قوام الانتظار قوام الانتظار دي على مرة 30 سنة فاتت كانت متراكمة وكان المريض لا يصل إلى يعني كان يفقد الحياة قبل ما يصل إلى دور طيب دكتور فكرة المبادرات الأخرى مش أنها بتستهدف فقط حالات معينة أو إصابات معينة أو أمراض معينة ولكن تستهدف غالبية الأمراض يعني انصح التعبير نقول كل الأمراض والفئات العمرية المختلفة ما قبل الولادة الأطفال كبار السن وقوام الانتظار والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من كل ما يحتاج رعاية صحية بشكل ما بتقدم له من خلال هذه المبادرات الحقيقة بالفعل هو ده وإحنا بنتكلم على أن المبادرات دي كانت فكرة متكاملة وقتية سريعة لحلول موجهة بإمكانيات كانت بسيطة لكن الحياة شفنا نتائج غير مسبوقة لأن الفكرة عظيمة وقيادة حكيمة وخطة تنفيذية على الأرض طبعا كل الكلام ده في النهاية هيصب في منظومة التأمين الصحي ودي النقطة اللي عايزة أروح مع حضرتك لها ختاما يا دكتور التأمين الصحي إزاي بتشوف أنه هو الأداء اللي بتكلل هذه المسيرة والجهود في القطاع الصحي وختام هذه الجهود أن هي أداء فعلا إصلاح مستمر وحرص على الصحة لكل المصريين المبادرات دي إجراء مؤقت لحلول منتظمة لحين القضاء على هذه المشكلة والاستمرار فيها لحين أنه نخص في منظومة متكاملة اللي هي منظومة التأمين الصحي بالتلات قطاعات قطاع التمويل وقطاع الرقابة اللي هي الجهار وقطاع مقدم الخدمة الرقابة بتضمن أن مقدم الخدمة هيكونوا على أعلى مستوى بمستوىات العالمية وإحنا شوفنا الكلام ده في المراحل الأولى من التأمين الصحي أن البنية التحتية على المستوى العالمي بما فيها التجهيزات والمستشفى وشكل المستشفى والأداء فأنتم بتخلص في أي مستشفى من المستشفىات اللي خادت موافقة الجهار سواء من الخطاع الخاص أو الخطاع العام أنها على أعلى مستوى بالمعايير العالمية الكفاءات الطبية إحنا بنضمن الجهار بيضمن أن الأطباء دول على أعلى مستوى شهادات عالمية تعادل الشهادات العالمية وتدريب عالمي الأطباء ومقدم الخدمة من الفنيين والمعاونة هذه الخدمة طبعا في الخمسة مليون المواطن في المرحلة الأولى ده شيء عظيم ثم ستتوالى إلى أن تشمل كل القطاع الطبي أو كل المصريين بإذن الله في 2030 أنا الحقيقة راضي وسعيد بهذا الأداء وفخور أن أنا مصري تحت هذه القيادة الحكيمة بهذا الأمر وإحنا سعداء بهذه المدخلة وبكل هذه التفاصيل دكتور محمد المنيسي وأخيرا أنا بس كمان عايزة أتكلم مع حضرتك على رؤيتك للخريطة الصحية لمصر بعد كل هذه المبادرات صحة المواطن الوعي اللي أصبح كمان موجود عند المواطن أنه بدأ يعرف أنه فيه أنواع من الأمراض معينة فيه وقاية من خلال كشف مبكر بطريقة معينة هذا التحول في الوعي عند المواطن المصري كمان حضرتك بتتوقعه هيبقى إزاي قدامك نتاج لهذه الجهود الوعي ده ما كانش سهل لو لا وجود هذه المبادرة ولولا زيادة المراكز الصحية الأولية إحنا عندنا المراكز الأولية زادت بنسبة 100% عندنا أكتر من 5000 مركز في السبع عشرين محافظة بيقدموا خدمة الأسرة والتطعيم والكشف على الأطفال ورعاية الأمومة وكبار السن ده شيء مسهل يعني اللي بيحصل تطور غير مسبوك وسريع أنا مش عايز أقولك أن مراكز رسيلة كيلة 735 مركز عندنا مجموعة كبيرة جدا في كل القطاعات يعني إحنا الكلام ده يحتاج إحنا مجرد بنقوله في سطر لكن ده يحتاج أيام وأيام لشرحه واللي شفناه بقى على أرض الواقع اللي إحنا بنذكره على نتيجة أرض الواقع ده دبير جدا ونجاز غير مسبوك وشفنا إشادة نظامة الصحة العالمية بأداء مصر في أزمة كورونا طبعا ده إشادة أخرى صحيح طيب دكتور محمد أنا برضو عايز أتكلم مع حضرتك في نقطة أخرى اللي هي علاقة بالوعي ولكن بشكل مختلف ما يتعلق بالوعي لدى الأم الأسرة تنظيم الأسرة الحرص على التوجيه الوعي في هذا الجانب نبدأ نشوف تبعاته في معدلات الزيادة السكانية نبدأ نشوف انعكاسه بعد كده على المستوى الاجتماعي عند المواطنين شفت الجهود في السياق ده إزاي طبعا الجهود دي كانت واضحة لأن مع زيادة هذه المراكز مع زيادة المراكز الأولية لطب الأسرة والتعريف والإجراءات اللي احنا خدناها يعني لما بقلنا المبادرات بتاعتدي أم الكشف المبكر على الأورام دي ما كانش سهل ان انت يدخلي كل هذه السيدات صحيح وان هذه السيدات تقدم على هذا الأمر ده لأ كان فيه مجهود كبيرة علشان تحركي هذه الأفكار القديمة من الناس وتبتدي الناس تتفاعل مع هذا وبعدين تدي ثقة في الدولة الناس ما كانش عندها ثقة في النظام الصحي النهاردة بقى فيه ثقة عظيمة في النظام الصحي يعني حصل نوع من التحول ان انت كان عند التاريخ قديم صعب وقاسي لكن النهاردة بقى فيه حاجة تانية أخرى على أرض الواقع فالناس بتدت تتفاعل وشافت الكلام ده على الأرض صحيح يا دكتور فيه تحول على الأرض الناس شافته سواء فيه مختلف المحافظات أو في القرى يمكن فيه مختلف الزيارات لمحافظات وقرى مختلفة لرصد ما يتم من جهود لحياة كريمة شفنا الوحدات الصحية إزاي طورت وأصبحت على أعلى مستوى أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بشكرا كتابا